نقلت صحيفة نيويوركر الأمريكية شهادات اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين جيف ميركلي وكريس فان هولن حول الوضع على الحدود بين مصر وغزة بعد أن زار معبر رفح الأسبوع الماضي قالت الصحيفة تحت عنوان كيف تعرقل عمليات التفتيش الإسرائيلية إيصال المساعدات إلى غزة قالت إن معبر رفح الحدودي يعد نقطة دخول العديد من شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة وأشارت إلى ترد الأوضاع الإنسانية في القطاع بشكل مأسوي للغاية وأوضح العضواني أن هناك تفتيشا إسرائيليا تعسفيا لشاحنات المساعدات مشيران إلى أنهما شاهد مستودعا مليئا بالمساعدات المختلفة التي تم رفضها وتشمل تلك المساعدات الطبية وفلا ترمياه وألواح طاقة شمسية وغيرها من المساعدات اللازمة لتحسين الوضع ترجمة نانسي قنقر